ليلة والذئب واحد في قرية تخيم السعادة على سكانها تعيش فتاة صغيرة اسمها ليلة تحبها أمها وقد صنعت لها قبعة حمراء اللون صارت ترتديها فاشتهرت بين أهل القرية باسم ليلة صاحبة القبعة الحمراء ذات يوم ملأت الأم سلة صغيرة كعكا وفواكه وخاطبت ابنتها قائلة خذي هذه السلة واذهبي لزيارة جدتك وكوني حذرة لبست ليلة ثيابها وقبعتها وانتعلت حذاءها وخرجت وفي الطريق أطل عليها ذئب خبيث ضخم الجثة وناداها قائلا صباحك سعيد أيتها الصغيرة إلى أين تذهبين بهذه السلة أجابت ليلة في لطف وسذاجة أنا ذاهبة لزيارة جدة المريضة فهي تقطن قرب الطاحون في طرف الغابة زمجر الذئب في صوت خفيد حسنا حسنا بلغيها سلامي ركض الذئب بأقصى سرعته بين أشجار الغابة أما ليلة فتابعت طريقها وهي تتسلى بقطف الأزهار ومطاردة الفراشات الملونة وصل الذئب إلى بيت الجدة وأطل من النافذة فلمح المرأة العجوزة جالسة على كرسيها تشتغل بالصوف وعندما وقع نظرها عليه انتفضت من كرسيها واختبأت في غرفة صغيرة وأقفلت الباب على نفسها غضب الذئب كثيرا فدخل البيت وحاول تحطيم باب الغرفة التي لجأت إليها الجدة ولكنه لم يفلح فمر إلى غرفة العجوز ووضع على رأسه قبعة نومها وعلى كتفيه شالها وانسل إلى سريرها فاستلقى عليه وبقي ينتظر وصول الفتاة من قصة ليلة والذئب إصدار المطبع المركزية بدمشق من صفحة ثلاثة حتى تسعة أعمق فهمي خمسة ألف أعين الشخصية المتحدثة عنها بكل إطار زمجر في صوت خفيض غضب كثيرا حاول تحطيم باب الغرفة تشتغل بالصوف اختبأت في غرفة صغيرة أقفلت الباب على نفسها الإجابة الشخصية المتحدثة عنها بالإطار الأول هو الذئب الشخصية المتحدثة عنها بالإطار الثاني هي الجدة با أذكر الصفة المناسبة لكل شخصية الإجابة الصفة المناسبة للذئب خبيث وشرس الصفة المناسبة للجدة طيبة جيم ما هي العلاقة التي تربط هتين الشخصيتين؟ الإجابة العلاقة التي تربط هتين الشخصيتين هو انتحال الذئب شخصية الجدة 6- كان الذئب يضمر السوء للفتاة ألف أستخرج من النص ما يدل على ذلك الإجابة القرينة الدالة على أن الذئب كان يضمر السوء للفتاة هي الآتية زمجر الذئب في صوت خفيظ حسنا حسنا بلغيها سلامي باء هل كانت ليلى تعرف ما يريده الذئب؟ أستخرج من النص ما يدعم إجابتي الإجابة لا لم تكن ليلى تعرف ما يريده الذئب القرينة ركض الذئب بأقصى سرعته بين أشجار الغابة أما ليلى فتابع الطريقة وهي تتسلى بقطف الأزهار ومطاردة الفراشات الملونة 7- ألف أقرأ مجموعة الأحداث الآتية ثم أرتبها حسب ورودها في النص إن سل إلى سرير العجوز فاستلقى عليه مر إلى غرفة العجوز بقي ينتظر وصول الفتاة وضع على رأسه قبعة نومها وعلى كتفيه شالها الإجابة الأحداث مرتبة حسب ورودها في النص مر إلى غرفة العجوز وضع على رأسه قبعة نومها وعلى كتفيه شالها إن سل إلى سرير العجوز فاستلقى عليه بقي ينتظر وصول الفتاة باء أحدد الشخصية المعتدية الإجابة الشخصية المعتدية هي شخصية الزئب الخبيث أبدي رأي ثمانية لماذا حسب رأيك تنكر الذئب فوضع على رأسه قبعة العجوز وعلى كتفيه شالها الإجابة تنكر الذئب فوضع على رأسه قبعة العجوز وعلى كتفيه شالها حتى يوهم الفتاة بأنه الجد أفتح نافذة وأغني ملف التعلم عرفت بعض الحيوانات بصفات تميزها عن غيرها ألف بما اختص الذئب في هذا النص؟ الإجابة اختص الذئب في هذا النص بالخبص باء أبحث عن الصفات التي تختص بها الحيوانات الآتية النحل العنكبوت الثعلب الكلب الأسد النملة الجمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر